ظل الاعتقاد سائدا في العقود السابقة بأن النساء غير قادرات على قيادة السيارات ولا يفقهن أي شيء في ذلك وكان شائعا في منتصف القرن الماضي رؤية أفلام تظهر سيدات يتعلمن القيادة ويصطدمن بأشياء في طريقهن كريستيان فيشتر الخبير النفسني من جامعة كاليدوس الخاصة بزريخ يشرح مبررات طريقة التفكير الذكورية هذه السبب هو أنه لم يكن باستطاعة النساء القيادة كما ينبغي في خمسينات والستينات القرن الماضي نظرا لمنعهن من ذلك فذلك كان مثار غضب أزواجهن أما اليوم فإن الأمور تغيرت ونعلم أن النساء أكثر حذرا من الرجال لم تحصل النساء السويسرا على حق التسويت على المستوى الفيدرالي إلا في عام 71 لذلك استغرق تحرير المرأة وقتا أطول ومع ظهور الحركة النسوية بدأ صانع السيارات والمعلنون في اعتبارهن زبائنا محتملين لقد بدأت النساء في المطالبة بحقوقهن كالحق في العمل والاستقلالية والتمتع بدخل خاص وعززنا بالتالي صفوف مشتري السيارات المحتملين ومن ناحيتهم توقف المعلنون عن مخاطبتهن كمجرد الطرف الذي يؤثر في قرار الزوج لشراء هذه السيارة أو تلك أصبح شائعا اليوم اللجوء لنساء متحريرات وناجحات للإشهار والدعاية للسيارات مثل نجمات الغناء والسينما وبغض النظر عن الدعاية ما هي أولوية النساء عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة؟ عندما يتعلق الأمر بالسيارات فإن الرجال بالتأكيد هم الأكثر عاطفية لأن السيارة لا تعني شيء الكثير بالنسبة للمرأة ما هو مهم بالنسبة لها أن تكون للسيارات قيمة نقضية مهمة ولكن دون أن تكون مكلفة جدا تتأكد هذه النظرية في بيرن داخل قاعة العرض العملاقة لشركة أيميل فخي التي تأوي ما لا يقل عن عشر ماركات ويعرض علينا المدير هاينس نايتر أكثر سيارات شعبية بين النساء بدءا بموديل فيستا إيكو بي تيتانيوم هذا الموديل بأناقته العالية مصمم حقا للنساء فهي أقل السيارات استهلاكا للوقود في معرضنا كما أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث الفعالية الطاقية فهناك بالتالي علاقة بين حماية البيئة وتوفير الوقود والنساء تحبذن ذلك التوفر على أجهزة صوتية مهم أيضا بالنسبة للشابات هذا موديل كيا من المهم اليوم توفر السيارة على نظام متكامل يسمح بتوصيل الهاتف المحمول بجهاز ميديا بلاير ويعتقد العديد من الزباء أن ذلك أهم من قوة محرك السيارة أو أدائها وهذه سيارات أخرى تحبها بالخصوص السيدات غير المتزوجات والسائقات الجديدة فهي صغيرة ورشيقة ورخيصة نسبيا لكن عندما تتحول السيدة إلى أم فإن احتياجتها تتغير تماما لا توجد دعامة مركزية داخلها ما يسمح بإعادة تكيفها بسهولة مثل إضافة مقاعد للأطفال أو حمل أمتعة أو ربط الأطفال بحزام الأمان فوق المقاعد المخصصة لهم فالرجل قد يفكر بالدرجة الأولى في قوة المهرك لكن المرأة تفكر فيما إذا كانت السيارة ملائمة للأطفال وما إذا كانت تسمح للجميع بالسفر بشكل مريح وإذا كانت إمكانياتك المادية أكبر فالرانج روفر قد تناسبك بمقاعدها الجلدية وبسقفها البانورامي وبالنظام الملاحة المدمج فيها فيتبدو كأنها سيارة ذكورية لكن 50% ممن يشترونها نساء وهذا دليل واضح على أننا قطعنا أشواط طويلة منذ خمسينات القرن الماضي اشتركوا في القناة